السلام عليكم نرحب بكم جميعا في شركة التطوير للخدمات التعليمية ونتمنى لكم التوفيق موضوع الدرس لهذا اليوم هو عن مقاييس النزع المركزية والمدى لمادة الرياضيات الصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني في درسنا لهذا اليوم سوف نتعرف على كيفية إيجاد مقاييس النزع المركزية والمدى بالإضافة إلى اختيار المقياس الأنسب بما أن درسنا هو عن مقاييس النزع المركزية فما هي هذه المقاييس؟ مقاييس النزع المركزية هي الأعداد التي تصف مركز تجمع البيانات والبيانات غالبا ما تكون أرقام أي أن مقياس النزع المركزية هو عبارة عن رقم هذا الرقم يوضح لنا أين تتجمع الأرقام فعلى سبيل المثال لو كان هذا الرقم خمسة هذا يوضح على أن الأرقام كلها تتمحور حول العدد خمسة إما أكثر بقليل أو أقل بقليل فبالتالي يعتبر هذا مقياس ومن أشهر المقاييس أو من أكثر هذه المقاييس شيوعا هي المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال وأيضا نستعمل المدى لوصف مجموعة من البيانات بداية كيف نعرف طريقة إيجاد المتوسط والوسيط والمنوال التي هي من المقاييس النزع المركزية؟ نبدأ بالمتوسط لكي نوجد المتوسط فإننا نجمع القيم أو نجمع الأعداد ومن ثم نقسمها على عددها هذا هو المتوسط الحسابي كيف نوجد الوسيط؟ لإيجاد الوسيط الوسيط في البداية هو القيمة التي تتوسط مجموعة بيانات مرتبة ترتيبا تصاعديا أو هو متوسط العددين المتوسطين في مجموعة البيانات نأخذ في عين الاعتبار أن الوسيط له حالتين هذه نقطة مهمة إما أن يكون عدد واحد أو يكون عددين نجمعهم ونقسمهم على اثنين نشوف الآن المنوال ما هو المنوال؟ المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا أو شيوعا بين القيم أكثر رقم متكرر هذا يعتبر المنوال وما في مشكلة لو أنه كان في المسألة يوجد منوالين أو ثلاثة وأخيرا المدى وهو الفرق أي أننا نطرح بين القيمتين العظمى والصغرى نأخذ الآن مثال توضح معنا الصورة بشكل أكبر إذا كانت أعمار مجموعة من الموظفين بالسنوات هي 22 سنة 18 سنة 24 سنة 32 سنة 24 سنة و18 سنة فاحسب المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدالي هذه البيانات بداية نوجد المتوسط الحسابي نتذكر في الجدول لكي نوجد قيمة المتوسط الحسابي لابد أن نجمع الأرقام ونقسمها على عددها إذن نجمع الأرقام جميعا 22 زايد 18 زايد 24 زايد 32 زايد 24 زايد 18 هذه الأرقام الموجودة في السؤال بعدما نجمعها نقسمها على كم عدد عندي 1 2 3 4 5 6 إذن نقسمها على 6 إذا جمعنا هذه الأرقام وقسمناها على 6 يصبح الناتج عندي 23 سنة إذن ما هو المتوسط 23 سنة بعد ذلك يريدنا أن نحسب الوسيط الوسيط لكي نحسبه هناك شرط لابد في البداية أن نرتب الأرقام من الأصغر إلى الأكبر وكثير من الطلاب ينسى هذه النقطة ويختار الأرقام التي في النصف مباشرة بدون ترتيب وهذا خطأ بالتأكيد إذن لا بد أن نرتب الأرقام من الصغير إلى الكبير فلو نظرنا إلى هذه الأرقام وبعد ترتيبها من الأصغر إلى الأكبر تظهر بهذه الصورة 18 18 22 24 24 32 الآن ما هو الرقم الذي في المنتصف؟ طبعا الوسيط هو الرقم الذي يتوصف البيانات أو يتنصف البيانات ما هو الرقم الذي في الوسط؟ نلاحظ لا يوجد رقم واحد في الوسط يوجد لدي رقمين الذي هو 22 24 لأن كم عدد عندي؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة دائما إذا كان مجموعة الأرقام عندك ستة أرقام أو عدد زوجي فدائما الوسيط يكون الرقمين اللي في المنتصف طيب كيف أحسب الوسيط من هذين الرقمين؟ لابد أن نجمعهم هذه الرقمين 22 24 نجمعهم ونقسمهم على اثنين فنقول 22 زايد 24 على اثنين يطلع الناتج عندي 23 سنة إذن الوسيط رتبنا الأرقام وأخذنا الرقمين اللي في المنتصف وجمعناهم وقسمناهم على اثنين الآن نريد أن نجد المنوال ما هو المنوال؟ المنوال هو أكثر رقم وتكرر ولو نظرنا إلى الأرقام الموجودة في السؤال عندي رقمين تكرروا عندي الـ 18 تكررت مرتين ولدي الـ 24 تكررت مرتين إذن كم منوال لدي الآن في السؤال؟ لدي منوالان يوجد منوالان لمجموعة البيانات هما 18 و 24 سنة طيب سؤال لو أن الـ 18 تكررت 3 مرات والـ 24 تكررت مرتين ما هو المنوال في هذه الحالة؟ يكون المنوال فقط 18 واضح؟ إذن الأكثر تكرارا هو المنوال ولكن لأن الـ 18 والـ 24 تكرروا مرتين مرتين فبالتالي يوجد لدينا منوالان وأخيرا المدى كيف كنا نحسب المدى؟ نحسب أكبر رقم في البيانات ناخص أصغر رقم ما هو أكبر رقم في البيانات؟ 32 ما هو أصغر رقم في البيانات؟ اللي هو 18 فنطرح 32 من الـ 18 أو 18 نطرح من الـ 32 يطلع الناتج لديكم 14 سنة إذن أوجدنا المتوسط والوسيط والمنوال والمدى نأخذ الآن تدريب أوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى للمبالغ التي تبين مشتريات فهد خلال خمس أيام من مقصف المدرسة المبالغ التي دفعها أول يوم ثلاثة ثم اثنين ثم ستة ثم خمسة ثم أربعة نريد أن نوجد بداية المتوسط الحسابي كيف نوجد المتوسط الحسابي؟ ذكرنا لإيجاد المتوسط لابد أن نجمع الأرقام ونقسمها على عددها في الخطوة الأولى نجمع جميع الأرقام التي في السؤال ثلاثة زايد اثنين زايد ستة زايد خمسة زايد أربعة ثم نقسمها على كم؟ على عددها كم عدد عندي؟ خمس أرقام إذن على خمسة عندي جمع الأرقام والقسم على عددها يصبح لدي الناتج يساوي أربعة إذن كما المتوسط لهذه البيانات المتوسط هو أربعة الآن نحسب الوسيط ما هو الوسيط؟ أو كيف نوجد الوسيط؟ في عندنا شرط لابد أن نرتب الأرقام تصاعدياً إذن الخطوة الأولى نرتب الأرقام تصاعدياً ونكون اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة السؤال في هذه الحالة هل الوسيط هو رقم واحد أم رقمين؟ ومن ثم نجمعهم ونقسمهم؟ نلاحظ أنه كم رقم لدي؟ لديه خمس أرقام فقط اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة إذن الوسيط هو العدد الذي في المنتصف وهو الرقم أربعة هذا هو الوسيط هل يحتاج أن أجمع أو أقسم على اثنين؟ مثل ما فعلنا في المثال السابق؟ لا في المثال السابق كان مجموعة الأرقام ستة أرقام عدد زوجي أما هنا عدد فردي الوسيط رقم واحد فقط وهو أربعة والوسيط دائماً يقسم البيانات قسمين بعدما وجدنا الوسيط نمغى نوجد الآن المنوال هل يوجد لدي رقم متكرر في هذه البيانات؟ نلاحظ أنه لا يوجد أي رقم متكرر فبالتالي لا يوجد لدي منوال أما بالنسبة للمدى فهو أكبر رقم ناقص أصغر رقم فأكبر رقم عنده ستة وأصغر رقم اثنين إذا طرحناه يطلع الناتج يساوي أربعة إذن في هذه المسألة وجدنا المتوسط والوسيط والمنوال والمدى فالمتوسط نجمع الأرقام ونقسمها على عددها والوسيط يجب أن تركزوا في الوسيط لا بد أن ترتب الأرقام من الصغير إلى الكبير إذا كان مجموعها عدد فردي يكون الوسيط رقم واحد الذي في المنتصف أما إذا كان زوجي فلا بد أن نأخذ الرقمين الذي في المنتصف ونقسمهم على اثنين من المقاييس التي أخذناها المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال هذه ثلاثة مقاييس طب أنا إذا كان عندي مجموعة من الأرقام ما هو المقياس المناسب اللي أستخدم لهذه الأرقام؟ لكل مقياس ميزة مثلا المتوسط الحسابي متى يكون هو أكثر فائدة عندما لا تحتوي مجموعة البيانات على قيم متطرفة أي إذا كان عندي مجموعة كبيرة من الأعداد وهذه الأعداد متقاربة لا يوجد عدد بعيد عن هذه الأعداد في هذه الحالة يكون المتوسط هو المناسب طب لماذا يكون المتوسط هو المناسب؟ لأنه إذا كان في عدد كبير جدا واستعملنا المتوسط تكون النتيجة غير صادقة واضح؟ طيب متى الوسيط يكون هو المناسب؟ إذا كانت البيانات تحتوي على قيم متطرفة يعني إذا كان في رقم بعيد جدا عن هذه الأرقام ولا توجد فجوات كبيرة في منتصف البيانات في هذه الحالة نستعمل الوسيط والمنوال عندما تحتوي مجموعة البيانات على قيم متساوية إذن المتوسط إذا كان لا يوجد قيمة متطرفة نستخدم المتوسط قيمة متطرفة يعني رقم بعيد جدا عن الأرقام والوسيط إذا كان موجود قيمة متطرفة وكان المنتصف الأرقام متقاربة من بعض نستخدم في هذه الحالة الوسيط والمنوال إذا كانت في مجموعة بيانات متساوية أرقام كثيرة متشابهة طيب الآن ناخذ مثال اختر المقياس الأنسب من بين مقاييس النزع المركزية أو المدى لوصف البيانات في الجدول المجاور وبرر سبب اختيارك لدينا هذه المعلومات خنافس وفراشات والنمل والذباب والبعوض والذباب الصغير وعدد الأنواع من هذه الحشرات ونلاحظ أن الخنافس 400 والفراشات 165 والنمل 140 والذباب 120 والبعوض 90 والذباب الصغير 10 ما هو المقياس المناسب لو نظرنا إلى المقاييس لهذه البيانات تجد أن المتوسط الحسابي هو 154.2 من 10 طبعا بالألاف والوسيط بعد ما رتبنا هذه البيانات وجمعنا الرقمين الذي في المنتصف وقسمناهم على 230 والمنوال الذي هو أكثر عدد تكرار لا يوجد منوال في هذه الحالة وأما المدى أكبر رقم ناقص أصغر رقم كان 390 المطلوب أي مقياس من هذه المقاييس هو المناسب لهذه الحالة نلاحظ أن الخنافس والفراشات هم النوعان الوحيدان من الحشرات الأكثر شيوعا وأكبر من المتوسط يعني المتوسط عند 154 لكن الخنافس والفراشات أكثر من المتوسط وخصوصا أن الخنافس أكثر بكثير 400 إذن المتوسط الحسابي لا يمثل البيانات على شكل صحيح إذن في هذه الحالة لا نستعمل المتوسط لماذا؟ لأنه عند الخنافس تعتبر قيمة بعيدة جدا عن المتوسط فبالتالي تعطي قيمة غير صادقة وبما أنه لا يوجد منوال لهذه البيانات إذن ما سنستخدمه فماذا نستخدم؟ الوسيط هو المقياس الأنسب إذن ما هو المقياس الأنسب في هذه الحالة؟ المقياس المناسب هو الوسيط نأخذ الآن تدريب اختر المقياس الأنسب من بين مقاييس النزع المركزية أو المدى لوصف البيانات في الجدول المجاور وبرر سبب اختيارك الآن عندي هذه البيانات نوع الجهاز والسعة نريد أن نختار المقياس المناسب ما رأيك؟ هل المقياس المناسب هو المتوسط أم الوسيط أم المنوال أم المدى؟ لو أنا قرأت عليك الأرقام الظاهر أنك سوف تعرف الإجابة الصحيحة لو قلت أن السعة هي 40-80-40-120-40-40 نلاحظ هناك تكرار كثير للعدد 40 إذن ممكن أن تخمن المقياس المناسب نحلها الآن وبعد ذلك نشوف تخمينك هل تخمينك تخمين صحيح أم لا؟ بداية نوجد المقاييس المتوسط كما المتوسط 60 بعد ما جمعناها وقسمناها طلعنا الناس 60 والوسيط بعد ما رتبناها كان العدد كان الوسيط يساوي 40 والمنوال أيضا 40 أكثر عدد تكرار هو 40 وأما المدى أكبر رقم ناقص أخص الرقم كان هو أكم 80 الآن برأيك ما هو المقياس الأنسب؟ نلاحظ أن المقياس الأنسب ممكن يكون الوسيط والمنوال لماذا؟ لأن القيمة 40 هي الأكثر تكرارا فبالتالي ممكن أن نختار المنوال وهناك قيمتان فقط لا تساوي 40 اللي هي الـ 120 والثمانين وبالتالي ممكن نختار الوسيط والمنوال لأن الوسيط كان الناتج 40 والمنوال أيضا 40 في درس اليوم تعلمنا كيف نوجد مقاييس النزع المركزية والمدى والتي كانت هي المتوسط والوسيط والمنوال والمدى فقلنا أن المتوسط نجمع القيم ونقسمها على عددها والوسيط لابد أن نرتبها في البداية ونختار العدد الذي في الوسط وأحيانا يكون رقم واحد مباشر وحيانا نضطر أن نجمع رقمين ونقسمهم على اثنين حالتين في الوسيط والمنوال هو الأكثر تكرارا وأما المدى هو الفرق بين القيمتين العظمى والصغرى أيضا تعلمنا في درس اليوم المقياس المناسب أحيانا المتوسط يكون مناسب متى إذا كانت لا تحتوي مجموعة البيانات على قيم متطرفة طيب متى الوسيط يكون مناسب إذا كان يوجد قيم متطرفة ولكن لا توجد فجوات في المنتصف والمنوال يكون مناسب عندما تحتوي مجموعة البيانات قيم متساوية هذا ما كان لدينا في درس اليوم شكرا لكم نراكم بإذن الله في دروس قادمة نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته